هذه محلات الطريق البيضاء بمدينة تيارت حيث ينشط العديد من الجزارين في بيع اللحوم البيضاء والحمراء لكن ارتفاع الأسعار خفض عدد الزبائن إلى حد تهديد أهل المهنة بالإفلس تيزارة اللحوم مرحا كاسي ده وحنا بقلي معهم والرطل معهم والكيلو وحنا مكيش معهم والرطل والكيلو وإن كان وضع السوق الحالي غير مطمئن يعلق التزارون الآمال على وعود وزير التجارة بخصوص اللحوم المستوردة في انتظار وصول حصة ولاية تيارت من لحوم العجول البرازيلية لكسر الأسعار يبقى استهلاك اللحوم المحلية بنوعيها في أدنى المستويات في ظل انخفاض القدرة الشرائية